بالنسبة لأفضل لاعب طبعا في شهر ديسمبر بعد ما جمعنا كل النقط يعني طبعا زي ما حضرتكم عارفين أول لاعب ثلاث نقطة تاني لعب نقطتين وبعدين نقطة واحدة كان طبعا أكبر عدد من النقاط من نصيب كابتن كهربا هو اللي خد النقاط الأكثر اللي تخليه طبعا بالنسبة لبرنامج استدسة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بعد طبعا الأربع مباريات اللعبهم الفريق يمكن كهربا زي ما حضرتكم شايفين في المركز الأول وعدد المباريات أربع وعدد النقاط خمسة بعد ذي على طول ديانج طبعا لعب أربع مباريات وعدد النقاط أربع علي معلول اللي لعب ثلاث مباريات والحقيقة بينفس بقوة في كل المباريات اللي لعبها وعدد النقاط برضو أربع وبعدين بدر بنون ومحمد شريف وعمر السولية وأيمن أشرف بدر بنوني أحمد ثلاث نقطة هو ومحمد شريف وعمر السولية وأيمن أشرف نقطتين طيب كده مبروك طبعا كابتن محمود كهربا الفوز بلقب أفضل لعب من النادي الأهلي عن شهر ديسمبر الأرقام اللي حضراتكم شفتوها في الجدول على الشاشة الوقت دي مكملة معنا يعني كل الأرقام اللي حققها لعبت النادي الأهلي ينجمهم واللي جمب الترتيب كده كهربا خمس نقاط ديانج أربع نقاط معلولت أربع نقاط بدر بنون تلت نقاط محمد شريف تلت نقاط سلية نقطتين وأيمن نقطتين الأرقام دي هتتحط في أرصدتهم هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله نتيجة استفتاء ماتش ودي دجلة ده أول ماتشاط الأهلي في شهر يناير لغاية لما نوصل لآخر شهر ونعلن أيضا مين هو أفضل لعب من النادي الأهلي في شهر يناير وهيفضل جدول الأرقام معنا في السادسة لغاية إن شاء الله بإذن الله آخر مباراة للأهلي في نهاية السيزن الأرقام أو بنك النقاط ده هيكون رصيد حقيقي وفعلي وترجمة حرفية من خلال تصويت جماهير النادي الأهلي على مستوى أفضل لعب في السيزن لجماهير النادي الأهلي